الاهتمام الدولي بعقد الحزب الشيوعي الصيني الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين يعكس الثقل الذي تتمتع به الصين على المستوى العالمي وأهمية السياسات التي ترسمها للمستقبل خاصة أن نتجح تلك السياسات في الإصلاح والانفتاح ماثل أمام الجميع دليل على أن الصين بلد مهم على مستوى العالم وهي من أكثر الدول انفتاحا في سياساتها الاقتصادية والتجارية وغيرها وتؤمن الصين بطرورة أن يكون هناك نظام دولي يعتمد على القواعد وفق عملية ورؤية عالمية سامئة شاملة تقيم للتعاون والحوار أساسا سياسة الإصلاح والانفتاح التي جلبت العيش الرغيد للشعب الصيني نتيجة السياسات التي يعتمده الحزب الشيوعي الصيني ويسعى جاهدا في كل جلسات لجنته المركزية العامل على تقديم مزيد من السياسات الهدفة لتحقيق الرخاء للشعب الصيني الصين مستمر بهاي السياسي لتحقق العيش الرغيد اللي هو إشي أساسي في برنامج حزب الشيوعي الصيني سياسة الانفتاح والإصلاح تبادلات تجارية مع العالم وبالتالي مردود عيش رغيد اللي هو أساس عمل الحزب الشيوعي الصيني ويرى الخبراء والمختصون أن سياسة التعميق الانفتاح التي تسعى الصين لترسيخها مع العالم سيكون لها ارتدادات داخلية تعود بالنفع الكبير على الصين والشعب الصيني وكذلك على العالم الذي يولي اهتماما كبيرا بكل ما ينتج عن سياسات يعتمدها الحزب الشيوعي الصيني هذا دليل واضح على أن هذا المؤتمر وهذه الكمة الصينية تشكل بالضرورة محطة لرسم سياسات عالمية فيها من الانفتاح ودعوة للتعاون وإقامة نظام متعدد الأقطاب سياسة الإصلاح الانفتاح اللي على طول باعتمدها الحزب الشيوعي الصيني في سياساته والتالي هاي الجلسة الكاملة الثالثة لللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني راح تضلها مستمرة بهاي سياسة سياسة التغيير سياسة التحديث سياسة الانفتاح سياسة الإصلاح اللي من نتائجها هو تبادلات تجارية تصدير واستراد الاهتمام الدولي الكبير باجتماعات ونتائج الجلسة الكاملة الثالثة لللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني يؤكد أهمية تلك السياسات التي تقرر من خلال هذه الجلسات والنجاعة التي حققتها في السنوات الماضية وما ستحققه في المستقبل حمد الصانوري سيجي تيان العربية البيري